القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين السلام عليكم أيها المؤمنون أيها المؤمنات ورحمة الله وبركاته قال الله الحكيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور أيها الإخوة أيها الأخوات في أيام شهر رجب المرجب وفي استقبالنا لأيام نصف رجب وأعمال أم داود ودعاء الاستفتاح هذا الشهر العظيم هذا الموسم الذي جعله الله لإعادة النظر في الإنسان في مسلكيته وفي منهجيته في الحياة على الإنسان أن يدرس دراسة استراتيجية لمستقبله وما يخططه لمستقبل حياته عليكم السلام وما يخططه لمستقبل حياته ما هو المستقبل الذي ينتظرنا كيف نريد أن نحدد مستقبلنا ما هي الآلية التي على أساسها نحدد مستقبلنا أيها الإخوة أيها الأخوات عندنا فرصة هي الثمينة هي فرصة العمر انقضت من هذه الفرصة بالنسبة لي أكثر من خمسون سنة بالنسبة لك لا أعلم بالنسبة للشاب لا أعلم بالنسبة للأخت الفاضلة لا أعلم كم بقي لنا من فرصة وما هو المستقبل الذي نخططه في الحقيقة مستقبلنا مستقبل عظيم أعده الله لعباده الصالحين مستقبل كبير مستقبل جميل الجنة التي أورثتموها جنة لا يمكن تخيلها أكلها متشابه فقط تستطيع أن تقول في الجنة رمان يشبه رمانة وردة الدنيا ورد وردة تشبه وردة الدنيا منازل وقصور ومخدات ومتكآت تشبه ما في الدنيا أكلها متشابه وليس نفس الشيء هذه النعمة الإلهية التي شرحها في القرآن الكريم في عشرات من الآيات لعباده الصالحين تنتظركم أيها الإخوة أيها الأخوات هذه النعمة الواسعة لم يخلقها الله إلا لك أنت 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 مرشح لأن تعيش في هذه النعمة لأن الله لم يجد في خلقه أفضل منك لأن الله لم يجد في خلقه أشرف منك لأن الله لم يجد في خلقه أو لم يخلق في خلقه من هو يستحق تلك النعم إلا أنت لكن هناك في المقابل من لا يستحق تلك النعمة بل يستحق الجحيم وهم يصطرخون فيها يصطرخون وهم في جهنم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل عندما يجد من خلال الشاشة التلفزيونية الكبيرة هناك شاشة موضوعة لأهل جهنم يرون من خلال الشاشة أهل الجنة ويتكلمون مع أهل الجنة كيف وصلتم إلى ما وصلتم كيف وصلتم إلى تلك النعم ثم يتكلمون مع الله يحاجج بعضهم ربه يصطرخون فيها ربنا أخرجنا من جهنم نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ويأتي الجواب أولم نعمركم فيه ما يكون كافيا لمن يتذكر وهل نجازي إلا الكفور نحن أعطيناك فرصة فرصة شهر رجب شهر شعبان شهر رمضان فرصة صلاة الجمعة فرصة محاضرات ومواعيد وصيام وأعمال فرصة العالم فرصة الشاب الذي يتحدث لك فرصة أنك تجد شابا من شبابنا اليوم يعيش العبادة وأولا نفكر أن هذا شاب عنده شهوة ومع ذلك يصوم عنده جنس ومع ذلك يغض البصر ويسعى للزواج بارك الله في الشباب الذين يسعون في الزواج أنا أعرف بعض الشباب من الجاليات المختلفة بدأوا يسعون يطلبون مني ومن المؤسسة أنهم في صدد الزواج هذه نعمة لأن الإنسان الشاب الذي يتزوج يعصم نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر وهكذا الشباب الذين يبرمجون حياتهم كما تحدثنا عن برمجة الحياة فيجعل جزءا من وقته للعبادة وجزءا من وقته لصلة الرحمة وجزءا من وقته لأمور أخرى يحتاجها في حياته هذه البرمجة في الحياة أيها الأحبة عندي ساعة هذه الساعة التي عندي اليوم مثلت لأحد الشباب هذه الساعة هذه ساعة يمكن أن تنظم وقت الصلاة على أساسها ليس فقط وقت الصلاة وإنما تنظم قبل الصلاة عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة قبل الصلاة لتتحذر لربك لوضوئك لقرآنك أنا أنصح الشباب الذين ليست عندهم هذه الساعة أن يستفيدوا من التلفون لأن أجهزة التلفون عندكم تعمل مثل هذه الساعة يمكن أن أباءكم شبابنا هم يشترون لك أو لهم مثل هذه الساعة مثلا هذه الساعة تدق في أوقات الصلوات حسب المدينة التي أنت فيها صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء برمجة الحياة هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه سابقا وأعود وأكرر وأكرر عليها أيها الأحبة لأن ما يجعل الشعب مميزا على شعب آخر أنه مبرمج حياته حسب الساعة أو غير مبرمج وما يوصيه علي عليه السلام لولده الحسن والحسين قيادة الأمة الإسلامية عند ساعة تسليمه القيادة للحسنين الله الله في نظم أمركم إذن برمجة الحياة نحن نحتاجها لنحدد ساعة لدراستنا ساعة لعلمنا أي علم نحتاجه نحن نحتاج كثيرا من العلوم قد أحتاج أنا اللغة الفرنسية قد تحتاج أنت الشاب الأفغاني أو الإيراني قد تحتاج اللغة الفرنسية وقد تحتاج كمبيوتر وعلوم الكمبيوتر وقد تحتاج فرميسيونات مختلفة تحتاجها في حياتك هذا علم هذا علم وتؤجر عليه ولكن هناك علم آخر علم آخرتك علم تلك الحياة الطويلة 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 علم يفيدك لحياتك أن تكون هناك سعيدة هذا العلم هو علم القرآن وعلم تفسير القرآن وعلم اللغة العربية لفهم القرآن وعلم النحو والصرف لفهم القرآن وعلم الأخلاق لتعريف الإنسان بالقرآن وعلم الفقه لتعلم منهج الحياة على أساس القرآن هذه العلوم هي العلوم التي تفيد شبابك أيها الأب أيتها الأم لمستقبلهم ومن هنا أيها الإخوة نحن نقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل مقدمك إلى المسجد كل خطوة تخطوها عباده من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتفرش أنت هل رأيت الملوك رؤساء الجمهورية عندما يدخلون مدينة كيف يستقبلون في المطار كيف يستقبل الملك أو رئيس الجمهور في المطار أنت رأيت سجادة حمراء هذه السجادة الحمراء تفرش من باب الطائرة إلى القاعة التي يدخل فيها هذه السجادة ماذا تعني؟ تعني التكريم تعني الاحترام أنت ضيف عزيز رسول الله الصادق الأمين يقول لك إن أمام طريقك إلى المسجد أو إلى الحوزة سجاد مفروش ما نوع هذا السجاد؟ هذا السجاد ليس من الصوف هذا السجاد ليس من البلاستيك هذا السجاد مصنوع من أجنحة الملائكة الله أكبر أجنحة الملائكة ما أجملها وما أكرمها وما أسخى الله الذي جعل هذه الأجنحة في طريقك للمسجد وإن الملائكة لتفرش أجنحتها لطالب العلم رضا به وتكريما له الملائكة فرشت لك أيها الرئيس أيها العزيز الملائكة فرشت لك أجنحتها أحد علمائنا أنا دائما أكرر هذا المثل العرفاء في الحوزة العلمية عندما كان يريد أن يجلس كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويجلس بتأمل وبتأني فقال له التلامذة لماذا تجلس هكذا؟ قال أنا سأجلس على أجنحة الملائكة سأجلس على أجنحة الملائكة فمجلسك أيها الشاب المؤمن أيها الفتاة أيها الفتاة مجلسكم على أجنحة الملائكة عندما تأتون لطلب علم يفيدك لآخرتك وهذه الفرص موجودة في هذه المدينة في فرنسا في باريس عندك فرصة التعلم لدروس تحتاجها لأخلاقك نحن أيها الإخوة في مجتمع فرنسا في مجتمع أوروبا في مجتمع أمريكا نحن يجب أن نكون قدوة وأسوة لباقي البشر عندما نذهب إلى الصف يكون درسك أنت أيها الفتاة أفضل درس دائما عشرون 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 امتحاناتك يجب أن تكون عندما تذهب إلى العمل وتدق بطاقة العمل في آخر الشهر يجب أن لا يكون عندك أي مشكلة أمام الآخرين في بطاقة عملك فتكون أنت أفضل موظف حضرت العمل خلال الشهر الواحد حتى تكون أنت كلمة الله حتى أن تكون أنت نموذج الإيمان وشهر رجب أيها الأحبة هي فرصتنا لكي نرسم خطة حياتنا في مستقبل ما نحتاجه في مستقبل حياتنا أيها الإخوة أيها الأخوات نحن علينا أن نكون شاكرين لله تعالى على كل نعمائه على كل ما أعطانا من نعمائه ما هي النعم الإلهية قلنا عمرك نعمة قلنا وقتك نعمة قلنا فرصة وجود المساجد في هذه المدينة نعمة فرصة وجود المراكز العلمية لتعليم شبابك نعمة هذه النعم إن لم نشكرها لأخذها الله منا ولسلبها الله منا وإن شكرنا الله لزاد الله لنا هذه النعمة أهل سبأ كانت عندهم نعمة نعمة كبيرة عاشوها مدينة هي الآن تعيش الظلام تعيش الحروب ومع الأسف كما تعرفون اليمن مدينة الآن تعيش الجفاف مدينة يقول الله عنها أنها لم يبقى لها إلا السدر وإلا بعض الشوك ولكن كانت تعيش النعمة قبل تلك المرحلة كانت تعيش نعمة سد هذا السد كان يجمع المياه وتوزع عبر الشوارع إلى الأشجار قلنا أن الأشجار التي كانت في طرفي الشارع كانت كلها فواكه أشجار تخاف من أن تسقط عليك التفاحة وأنت تمر تحتها في اليمين وفي اليسار نعمة لكنهم لم يشكروا الله تعالى فأرسل الله بعض صغار الحيوانات فأبادوا تلك ذلك السد وزالت النعمة ويقول الله تعالى وهل نجازي إلا الكفور لأنهم لم يشكروا الله تعالى فالعذاب أيها الأحبة قد يكون في الدنيا قبل أن يكون في الآخرة هذه الأمراض التي هي موجودة النشاف الذي هو موجود البلاءات التي هي موجودة يجب أن تدرس الأمة الأخطار الموجودة لتدفع عن نفسها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يسددكم لشكر نعمة الله تعالى فمن شكر زاد الله نعمته ومن كفر فقد سلب الله عنه النعم ونسأل الله تعالى أن يبارك لكم في شهر رجب وأن يبارك لنا في هذا الشهر الرجب المرجب الذي هو عند الله من أفضل الشهور وساعاتها من أفضل الساعات وأيامها من أفضل الأيام ولياليها من أفضل الليالي نسأل الله أن يوفقنا لاغتنام هذه النعمة وهذه الفرصة إنه ولي قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعالي محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الصبطين الحسن والحسين وعلى أئمة المسلمين علي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن الزكي العسكري والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه في زمرة أوليائه عباد الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله على كل شيء قدير عباد الله اتقوا الله فإن التقوى خير زاد لآخرتنا وخير مصير لدنيانا كيف نتق الله في شهر رجب وكيف نتق الله في شهر شعبان أقل ما في الأمر أن نصوم ثلاثة أيام في شهر رجب أيها الأحبة المرشح للصوم الأفضل هو يوم غد السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين هذه الأيام الثلاثة نرشحها للصوم لأنها مقدمة لأن تعمل بدعاء الاستفتاح يوم الاثنين دعاء سمي بدعاء أم داود تلك المرأة الفاضلة التي قد حكم على ابنها بالإعدام قبل أيام اتصلوا بنا من بعض المؤمنين وقالوا شاب محكوم عليه بالموت أدعو له فأنا تذكرت أم داود هذه المرأة التي استجاب الله دعاءها وأنقذ ابنها من الموت المحتوم فخرج من السجن وأنقذه الله من الموت وهكذا عندك أعمال في يوم مبعث الشريف وأعمال أخرى في شهر شعبان ونصف شعبان وأعمال أخرى أيها الإخوة هذه الأعمال تبقى ذخيرة لكم لعالم البرزخ وعالم القيامة هذه الأعمال هي التي يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة إن قمنا بها في هذه الأشهر المباركة أنا أقرأ لك حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام وأرجو أن يكون هذا الحديث هديتي باسم هذا الشهر الفضيل لك تسجله لأبنائك لبناتك إن أحببت أن تكتب هذا الحديث فاكتبه عندك فلعلك إن شاء الله تتدخر هذا الحديث في عملك قال ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن كل عمل له ثواب في القرآن يعني له جزاء في القرآن هكذا يشرح لنا الإمام الصادق كل عمل له جزاء في القرآن من فعل كذا له كذا من فعل كذا له كذا أليس كذلك في القرآن جزاء لكل عمل إلا عمل واحد لا جزاء له لا جزاء له أي ليس له أبدا جزاء لا جزاءه لا يمكن أن يذكر من كبره أذكر مثل صلاة الجماعة أنت في البيت تصلي وقرأنا فضل صلاة الجماعة الأب يصلي مع ابنه صلاة الجماعة مع زوجته صلاة الجماعة إن كان عددهم اثنان كان لهم أجر كذا وإن كان عددهم ثلاثة أجر كذا أربعة وخمسة إذا وصل العدد إلى عشرة الملائكة لا تستطيع أن تحصي كمبيوتر الملائكة لا يشتغل ما يشتغل كمبيوتر الملائكة تقول الملائكة يا رب أنت أكتب ثوابه وجزاء هذا العمل صلاة الجماعة أكثر من عشرة لاحظتم أحيانا العمل الملائكة لا تستطيع أن تكتب هذا العمل الذي سأذكره الآن جزاؤه لم يكتب حتى في القرآن الكريم يقول الإمام الصادق عليه السلام ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا عمل واحد صعب في هذه الأيام لمن لا ينام في العاشرة ليلا وهو صلاة الليل فإن الله لم يبين ثوابها لا لكون هذا العمل صغيرا أو حقيرا بل لعظم خطرها بل لعلو درجة هذا العمل لعظم خطرها فقال في قرآنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا إله إلا الله إذا أردت أن تستيقظ قبل الفجر خاصة في هذه الأيام جيد أن المرأة توصي زوجها أن يوقظها أن يوقظها الرجل يوصي زوجته أن توقظه تعاون الجيران الأصدقاء عبر التليفون وخاصة لهذه الليلة لأن السحور وأكل السحور نوصيه لمن يريد أن يصوم نحن لا نريد أن تصوم من دون سحور هناك توصية لأهل البيت كبيرة 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 أن تأكل السحور والسحور تأكله قبل الفجر أليس كذلك؟ فلذلك علينا أن نوعي بعضنا البعض تتجافى جنوبهم عن المضاجع صعب أن يقوم من مضجعه نعم كما قالت الآية الأخرى أيضا في هذا المجال يدعون ربهم خوفا وطمعا أحيانا يكون الدعاء من الخوف عندما يقرأ آيات جهنم وأحيانا يكون الدعاء طمع عندما يقرأ آيات الجنة يدعون ربهم خوفا وطمعا الخصلة الثانية لهؤلاء ومما رزقناهم ينفقون الإنفاق في سبيل الله أنا اليوم وجدت عبدا صالحا دخل هو لم يراني دخل المؤسسة واشترى بعض ما تحتاجه الحسينية المركز المسجد سرا ودخل في المؤسسة هذا الإنفاق هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات وكل المساجد لا تعيش إلا من إنفاق المؤمنين وعندما يدور هذا الحاج ويأخذ بعض المساعدة البعض كريم في مساعدته والله تعالى يعتبره منفقا في سبيل الله وسيجزيه كما قال الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون ما هو جزاؤه فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الله أكبر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نحن أسوتنا أيها الإخوة أيها الأخوات علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين وكذلك فضة الخادمة لم تكن معصومة ولكن اقتدت بالزهراء واقتدت بالحسنين واقتدت بأمير المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذه السورة العظيمة تجربة جيدة لكل مؤمن علينا أن نطبقها في إفطار شهر رجب وإفطار شهر شعبان وإفطار شهر رمضان اجمعوا ما تستطيعون وأفطروا صائما فإن من أفطر صائما له كذا وكذا نسأل الله تعالى أن يوفقكم لأعمال هذه الأشهر ولإطعام الصائمين في هذه الأشهر إنه كريم مجيب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنهم جياعنا أيها الإخوة ينتظرون الدعاء أمواتنا اللهم اجعلهم من بركات حضورنا وصلواتنا ودعائنا شيئا يا رب العالمين اللهم أوصل ثوابا من أعمالنا إلى قبورهم يا رب العالمين ارحمهم يا الله وارحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اغفر